فاكرين في المدرسة زمان لما كان بيكون في ولد صغير والولد ده صحابه كانوا بيتريقوا عليه على طول بدون سبب وبعدين تمر الأيام والولد الصغير ده يكبر ويبقى زوشاءن كبير والناس كلها بتهتم بيه ده اللي حصل مع سلسلة النوت من سامسونج والنهاردة هنعمل مراجعة للنوت 20 ألترا ونشوف هل يستهل الدرجة اللي حواليه وهنبدأ حالا ولو انت جديد هنا وعايز تعرف كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي وإزاي ممكن تسأل حياتك اليومية والعملية اشترر في القناة وفعل الجرس أهلا بيكون في قناة تكستراكس إحنا قناة جديدة بنقدم محتوى تقني ومحتاجين تقول لنا في التعليقات اللي محتاجين نطوره علشان نرتقي بمستوى القناة لما سامسونج أطلقت سلسلة النوت في أكتوبر 2011 التليفون تعرض لموجة من السخرية بسبب كبر حجم شاشته اللي كان وقتها 35 من 10 بوصة مقارنة بشاشة 3.5 بوصة للآيفون 4S وكانت الناس مش فهمة إيدها لكن الزمن لف وأثبت أن سامسونج كانت صح مش بس كده النوت تسبب في أن كل شركات التليفونات على رأسهم أبل تكبر حجم الشاشة ومع النسخة العشرة للنوت اللي بتتمثل في النوت 20 ألترا هنقيمه من كذا نقطة هي اللي بتفرق معنا في كل تليفون ووصفات التليفون وفتح العلبة ممكن تعرفوها من الفيديو اللي فات ولللينك بتاعته هتظهر دلوقتي أول حاجة التصميم تصميم التليفون مايفرقش من الأمام عن النوت 10 بلس لكنه بيزيد 0.1 بوصة عنه وممكن مايبقاش ملحوظ قوي لكنه بيحافظ على نفس الشكل المربع من الأطراف واللي أنا بفضله عن شكل سلسلة الأس وكمان نسبة الشاشة للجسم أو الـ screen to body ratio 91.7 من 10% وده رقم كبير جدا معناه أن الحواف قليلة جدا فوانت ماسك التليفون أنت تقريبا بتبص الشاشة بس وحتى وجود الكاميرا الأمامية اللي هي punch hole display عينك بتتعود عليها كأنها مش موجودة ومش بتعوق الرؤية تماما في الفيديوهات أو في الألعاب وطبعا مشاهدة الفيديوهات على شاشة بالحجم ده وبالسطوع ده شيء أكتر من رائع وفي ضوء الشمس مواجهتنيش أي مشكلة خالص في رؤية المحتوى اللي في الشاشة وده بفضل السطوع اللي بقى 1500 ناتس وهقول لكم على الخلاصة اللي ماستخدمش شاشة سامسونج ماستخدمش شاشات وبمناسبة الكلام عن الشاشة الشاشة دي بتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز مع بداية استردامك للتليفون هتحسها عادية لكن مع الاستردام المستمر وتجرب بقى تستخدم الشاشة 60 هرتز هتلاقي فرق المية وعشرين هرتز بتخلي التليفون ثالث جدا وسموذ جدا وصعب قوي انك ترجع تستخدم الستخدم الستخدم حتى لو ده على حساب البطارية واللي هنتكلم عنه كمان شوية لكنك ما تقدرش تستخدم المية وعشرين هرتز مع الوايد كواد اتش دي وسامسونج قفلنها غالبا علشان استهلاك البطارية لكن رأي الشخصي استخدام المية وعشرين هرتز افضل من استخدام الوايد كواد اتش دي البصمة اللي تحت الشاشة هي هي اللي كانت موجودة في النوت 10 بلس والاس 20 ما فيهاش اي اختلاف وعلشان تفتح معاك بسرعة وانت بتسجل صباعك تخليه في كذا اتجاه مش اتجاه واحد بحيث البصمة تقرى من كذا زاوية مشكلتي معاها اني لسه مش حافظ مكانها فكتير قوي صباعي مش بيلامس مكانها في الشاشة والحل انك تلمس الشاشة مرة واحدة وساعتها هتشوف مكان البصمة بوضوح او تحفظ مكانها بالزبط فين التليفون بيجي بزراك للشاشة من نوع Vectus Gorilla Glass اللي بيعتبر قوي جدا وعلى حد قول الشركة المصنعة اللي هي Gorilla Glass انها بتقوم الصدمات لحد السقوط من ارتفاع 2 متر لكن انا اكيد مش هقدر اجرب الموضوع ده لكن فيه قناة بتجرب الحاجات دي اسمها فون بوف وفعلا النتيجة كانت مبهرة لكن ده برضو مش مقياس والاختبار في الحياة العملية حاجة تانية شكل التليفون من الخلف كمان متميز جدا عن شكل الاس 20 ألترا يمكن حجم الكاميرا كبير جدا وبيمنع انك تستخدم التليفون وهو على سطح مستوي وجود الجراب هيعالج شوية الموضوع ده لكن في المجمل شكل الكاميرات احلى بكتير من شكل كاميرات الاس 20 ألترا ده رأيه شخصي واللمسات الجمالية فيها غيرت في شكل الكاميرا بامب كتير مكان السماعة اللي في أسفل التليفون مش كويس وكان المفروض يكون الناحية التانية لانك ممكن تسده بإيدك وانت بتتفرج على فيديو او وانت بتلعب لعبة لكن مع الوقت ممكن تتعود عليه تاني حاجة الأداء النوت معروف انه من التليفونات اللي أداءها استثنائي ومش بيتغير مع الوقت وده عن تجربة في كذا تليفون نوت قبل كده لكن السنة دي مفيش تحديث في الأداء صحيح ان التحرك بين الأبليكيشن الثالث جدا ومفيش أي تهنيج أو لاج لكن سامسونج استخدمت نفس المعالج الأكسينوس 990 اللي استخدمته في الأس 20 ألترا والأداء طبعا بنقدر نقيمه بالألعاب وبما اني مش جيمر لكني حاولت على قد ما أقدر أجرب التليفون على فترات طويلة في اللعب اللي بتشغل التليفون بكل قوته وبعد 15 دي لعب التليفون بدأ يسخن شوية لكن الأداء ما تأثرش معايا وده يمكن إحدى عيوب المعالج الأكسينوس لكن زي ما قلت قبل كده إن المعالج ده نصبني خلاص ولازم نتعايش معاه وعايز أقول إن طبيعي إن التليفون يسخن مع الاستخدام الكتير دي حاجة طبيعية جدا لكن السخونية الأوفر هي دي اللي مش طبيعية تالت حاجة البطارية بطارية التليفون أقل مما كنت أتوقع أنا عملت كذا اختبار بكذا طريقة كذا مرة والشاشة 120 هرتز ووصلت فيها الأقصى حاجة 5 ساعات سكرين اون تايم وكنت بشيل التليفون من على الشاحن الساعة 7.30 صباحا أشحنه تاني الساعة 8.30 مساء تقريبا وبالشاشة 60 هرتز وصلت فيها الأقصى حاجة 6 ساعات ونفس الموضوع أشيل التليفون من على الشاحن 7.30 صباحا وأشحنه تاني حوالي الساعة 10.30 مساء فطبعا في فرق في الاستخدام بين الشاشة 120 هرتز والشاشة 60 هرتز لكن زي ما قلت قبل كده جمال استخدام الشاشة 120 هرتز هيخليه تضحي بالبطارية وطبعا أصدقائنا في أمريكا بيحصلوا على نتائج أفضل من كده بفضل البروسيسور لسناب دراجون رابع حاجة الألم الناس بتشتري النوت مخصوص علشان الألم بتاعه فبإذن الله هنعمل فيديو عن الألم وإزاي تقدر تطلع منه معدل إنتاجية عالي لكن هنتكلم عنه النهاردة لأنه ما ينفعش نتكلم عن النوت من غير ما نتكلم عن الألم والألم سامسونج بدأت تديل وظايف أكتر من الأول زي التحكم في التليفون عن بعض ممكن تشوفها ملهاش لازمة قوي لكن الحلو فيها لما بتيجي تاخد صورة سالفي ممكن تستخدم الألم لو التليفون بعيد عنك أو حتى في إيدك الألم المراضي جاي بمعدل تأخير أو لتنسي 9 ميلي ساكنز والفرق فعلا إنك ونت بتكتب أنت كأنك بتكتب بألم حقيقي يعني مفيش تأخير بين سن الألم وبين الخط اللي بيكتبه استخدام الألم كمان في التلوين للناس اللي بتحب التلوين وسامسونج عاملين برنامج مخصوص للرسم اسمه Pin Up وبرنامج تاني للتلوين اسمه Coloring وده من البرامج الحلوة جدا أنصحكم تجربوه بسبب تعدد أسليب التلوين فيه الألم كمان من فوائده لما تحب تكتب حاجة سريعة كده أو تحب تاخد سكرين شاط وتكتب عليها وتبعتها لحد الألم ممكن تكون مش بتستخدمه كتير لكن لما بتحتاجه بتلاقيه وبتلاقيه بقوة خامس حاجة مميزات سريعة بتقدمها سامسونج وبتميزها عن باقي الشركات زي وجهة One UI 2.5 وأنا من أشد المعجبين بالوجهة دي لأنها بتخليك تقدر تستخدم التلفون بإيد واحدة ونفسي كل الـ applications تطبق الفكر دي بحيث يبقى النص اللي فوق فاضي والـ applications يبدأ من النص اللي قدام الإبهام بتاعك ده بيسهل الاستخدام بشكل غير طبيعي الـ PowerShare واللي ممكن يخليك تشحن تلفون تاني ساعة أو السماعة وبالمناسبة في فيديو قريب مراجعة للسماعات الجالاكسي بادز لايف سامسونج داكس واللي دلوقتي بقى ويرس وهو إنك تحول شاشة تلفزيونك لـ Smart باستخدام الموبايل لحاجة كده شبه اللابتوب يعني لو جبت كيبورد وماوس بلوتوث هيبقى عندك على التلفزيون حاجة زي الـ Windows كده بتفتح عليها برامج Word, Excel, فيديوهات كما لو إنك قاعد على كمبيوتر شخصي إنت ممكن كمان تستخدم التلفون نفسه كتراكباد أو ماوس وممكن تستخدم الألم Link to Windows في تعاون بين مايكروسوفت و سامسونج على نطاق واسع قوي وأهم تطوير فيه هو ربط تلفونك بالكمبيوتر الشخصي بتاعك يعني لو إنت بتشتغل على اللابتوب والتلفون بيتشحن بعيد عنك التلفون ممكن يبقى متواجد على اللابتوب وتتحكم بكل حاجة فيه وتبعت رسائل تستقبل وتعمل تلفونات كمان لو موصل السماعة على اللابتوب ودي من المميزات اللي فرقت معايا جدا في النهاية التلفون كويس جدا وطبعا البرفكت فون لسه مش موجود ولا عمره هيبقى موجود التلفون مميزاته أكتر من عيوبه وهو بقاله معايا إسبوعين وأنا مستمتع جدا باستخدامه بالذات الكاميرا اللي هيبقى ليها حلقة مخصوص جدا التلفون موجود في مصر بسعر 21100 جنيه وده طبعا سعر غالي جدا أتمنى يكون الفيديو عجبكم وانتظروا بإذن الله فيديو مراجعة للكاميرا والألم ومراجعة كمان سماعات سامسونج الجديدة شكرا